يعني لا يمكن الجزم حول صحة هذه الرواية طالما لا يوجد مصادر مستقلة ولا هيئات دولية معنية بهذه الأمور عالة لكي تشرح ماذا حصل بينما كان العالم ينتظر ما يجري في ماريو بول في قتال شوارع وقتل بالآلاف بشهادات عديدة من المراسلين إذا بنا ننتقل إلى هذه المنطقة لأجل الكلام عن مجزرة وإبادة ممكن أن يكون هناك حصل شيء من هذا القبيل ممكن أن يكون هناك ملفق لكن الأكيد أنه لا شيء يمكن إثباته تماما من أي مصدر مستقل عميد الياس برأيك اليوم التركيز على إقليم دونباس والتوقع بأن المعارك ستكون أشد وطأة في تلك المناطق إلى أي مدى بحسب التحركات الروسية العسكرية الراهنة يبدو هذا موضوعي أيضا نعم سيدتي هناك تحركات روسية في الشمال الشرقي تحديدا من منطقة إيزوم باتجاه سوفيانسك وهي قد تبدو أن الحركة العسكرية التي بدأت أمس ومنتظر أن تستمر خلال الأيام القادمة على الاتجاه يسوزوا إلى إقليم دونباس من أجل الربط مع القوات الروسية والالتفاف على القوات الأوكرانية التي تقاتل على الجبهة بإقليم دونباس سواء في جمهورية لوغانس في الشمال أو دونباس في الجنوب هذه مبررة عسكريا هذا الالتفاف لأن الجانب الروسي قد أعلن مرارا أنه معني باستكمال السيطرة على إقليم دونباس بكامله كون كل منهما أعلنت نفسها جمهورية والاتحاد الروسي اعترف باستقلال كل من الجمهوريتين أي أن العمل العسكري الذي سوف يواكب هذا القرار السياسي سيكون هو السيطرة على هذين الأقليمين ويكون ذلك بالالتفاف من جهة لوغانسك الحديث في البداية عن أن العملية العسكرية إذا ملتزمت بالشرق الأوكراني لن تستغرق الكثير من الوقت هل اليوم وفي كل هذا الدعم العسكري لأوكرانيا تبدو الرواية موضوعية يمكن للروس أن يحققوا أهدافهم في الشرق وبفترة زمنية قصيرة؟ ممكن أن يحققوا أهدافهم لكن الفترة الزمنية لن تكون قصيرة بأي شكل من الأشكال هناك قتال عنيف يجري على جميع الجبهات على جبهة دونباس سواء في الشمال أو الجنوب هناك قتال عنيف وتقدم بطيء للقوات الروسية وقوات الإقليمين الأمور ليست بهذه السهولة هناك خطط دفاعية واضحة وهناك اشتباكات حقيقية على الأرض هناك قيادة وسيطرة في الجانب الأوكراني لا ندري لماذا لما يتعرض لها الجانب الروسي حتى الآن التركيز من القيادة السياسية على قليم دونباس يرافقه تحويل الاتجاه من الشمال الشرقي باتجاه الجنوب الشرقي لكن كل ذلك لا يلغي أهمية السيطرة على ماريو بول والتي استطاع المدافعون عنها رغم وجودهم في بعض جيوب في داخلها من تأخير إعلان السيطرة عليها من قبل القوات الروسية متجاوزين بذلك جميع المحللين العسكريين من كل الاتجاهات السياسية إذ لا يزال القتال جاريا في ماريو بول وسوف يتأخر نلاحظ في كل هذه العملية العسكرية أن الوقت المقدر لإنهاء عملية عادة ما يكون غير صحيح ويتطلب وقت أطول بكثير وهذا ما يحصل في الهجمات من دونتيسك ولوغانسك باتجاه الغرب وما يحصل أيضا في ماريو بول على ما يعتمد الأوكرانيون سيد إلياس بالدفاع عن هذه الأراضي يعني عندما نتحدث عن ماريو بول كيف يمكن التصدي لهذه العملية العسكرية خصوصا وأن جل القوات الروسية اليوم تركز على تلك المناطق الميجد في ماريو بول قتال شوارع وقتال وجها لوجه يعني التوازن العسكري الصاروخي والإلكتروني والتدميري لا يصلح في الشوارع هناك قتال مشات وقتال قريب من منطقة لأخرى وهذا يتطلب وقتا طويلا ويفرض على كل جانب أن يتلقى خسائر كبيرة في الأرواح يعني الأمور ليست بمسحة هناك أخبار عن 5000 قتيل وأعتقد أنها معقولة يعني ليست مستغربة في مثل هذا النوع من القتال كما أن لا يزال هناك نحو 180 ألف من السكان المدنيين في ماريو بول لم يغادروا بعد ربما يعني القوات الأوكرانية هناك تفضل أن يكونوا موجودين لكي يخففوا من اندفاعة القوات الروسية لذلك يعني موضوع الوقت هو الأساسي اليوم الوقت لتنفيذ العملية سوف يكون طويلا لكن بشكل عام في العملية العسكرية بكاملها الوقت ليس لصالح الأوكرانيين لأنه مزيد من الدمار مزيد من الدمار البنية التحتية مزيد من خسائر العسكرية مزيد من يعني الضربات على البنى التحتية المشآت الاقتصادية والنفط عميد الياس تراجع القوات الروسية من كييف ومحيطها والتركيز على إقليم الشرق إلى أي مدى يعني أن الحسم بات قريبا حسب البوصلة العسكرية الروسية على الأقل الحقيقة أن القرار القيادة الروسية الذي بدأ بتخفيف الانتشار حول كييف وحول تشيرنييف كان مستغربا يعني بعدما كان هناك قوات تنتشر على أبيرة المسافة 60 كيلومتر فإذا بنا نتوقع أن يطم تطويق كييف من الجنوب عبر نهر الدينيبر والجسور الجنوبية فإذا بنا أمام قرار بالانسحاب وفعلا تنفذ هذا الانسحاب قيل أنه ممكن أن يكون إعادة انتشار لهذه القوات في مكان آخر لكن حتى الآن لا يمكن لم يتمكن أحد من المراقبين والمتابعين من تحديد المكان الآخر الذي ستتم إعادة الانتشار فيه لكن في مختلف الأحوال الانسحاب سيكون لصالح تعزيز جبهة قليم دونباس بجمهورية تايلوغانسك ودونتيسك